بسم الله الرحمن الرحيم موضوع درسنا هو التعريف بكتب السنة النبوية أو الكتب الحديثية والمقصود بها هي الكتب التي قصد فيها مؤلفوها زمع أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بغية الحفاظ عليها من الانتتار والتحريف وقد كان هذا التدوين لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى دونت فيها أحاديث رسول الله الخاصة بموضوع معين في باب واحد كأحاديث الصلاة أو البيوع أو الصيام أو غيرها وقد يختلف روات هذه الأحاديث فأساس الجمع هو وحدة الموضوع لا وحدة الراوي وقد كان أهل هذه المرحلة يزمعون السنن مختلطة بأقوال الصحابة والتابعين ومن أهم المصنفات التي وصلتنا من هذه المرحلة كتاب الموطأ للإمام مالك المرحلة الثانية دونت فيها أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبواب حسب رواية الراوي ومن أهم ما وصلنا في هذه المرحلة كتاب المصند للإمام أحمد بن حنبل أما المرحلة الثالثة والأخيرة دونت فيها أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام باعتماد التفرق بين الصحيح والحديث غير الصحيح بوضع كل إمام من أئمة الحديث سروطا معينة قد تتفق وقد تختلف عن السروط التي يراها غيره ومن هؤلاء المحدثين الذين اعتمدوا هذه الطريقة الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنة الأربعة أبو داود وترمدي والنساء وابن مازا وسأقف الآن للتعريف بأقدم مصنف في أحاديث رسول الله وهو كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله والذي وصلنا من المرحلة الأولى فالإمام مالك أولا هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبح زده مالك تابع كبير وزده الأعلى أبو عامر صحاب الزليل ينتسب إلى قبيلة أصبح اليمنية تلقى العلم والحديث عن صيوخ المدينة أمثال الزهري ونافع وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن ربيعة وغيرهم من كبار أهل الفقه والحديث توفي الإمام مالك سنة 179 هزرية قصده العلماء والطلاب من كل قطر من كل بلد ليأخذوا عنه كأمثال عبد الرحمن بن القاسم المتوفى سنة 191 هزرية وعبد الرحمن بن وهب بن مسلم المتوفى سنة 197 هزرية الذي صحب مالكا مدة 20 سنة ومن أهم مصنفات الإمام مالك كتابه الموطأ الذي يعد أول كتاب ألف في الفقه والحديث وهو تابت النسبة إلى الإمام مالك بلا ريب وقد حيل في فضله الكثير من ذلك ما نقله عياد عن ابن مهدي قال ما كتب بعد كتاب الله أنفعه من الموطأ وقد ألفه مالك خلال 40 سنة وقد أدخل الموطأ إلى المغرب عن طريق عامر بن محمد القيثي في عهد المولى إدريس الذي حمل الناس على تعلمه وتعليمه والموطأ هو كتاب فقه وحديث في آن واحد ذكر فيه مالك أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة والتابعين ورأيه وهكذا زاء الموطأ كتابا فقهيا حديثيا يزمع بين الأصل والفرع وهو عمدة المغاربة في القضاء والفتوى ثم هناك مصنف تاني وهو المدون الكبرى لأن الإمام مالك في موطأه لم يدون كل آرائه الفقهية وإنما دونها تلامده من بعده وهي أول كتاب وصلنا بعد الموطأ وهي عبارة عن أسئلة موجهة إلى ابن القاسم من قبل تلامده وأجوبت هذا الأخير بما سمعه عن شيخه مالك وأحيانا كان يبدي رأيه في المسألة إن لم يجد فيها قولا لمالك كما أنه في أحيان أخرى كان يبدي رأيه الخاص خلافا لشيخه وتبلغ مسائلها 36 ألف مسألة وكانت طريقة مالك رحمه الله في زمع أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تعتمد على العدالة والضبط فحسب في الراوي فما هو حال المحدثين من بعده بل إن انتقاء مالك لأحاديث رسول الله انتقاء المتعرف لأحوال رواتها الفاحص لأحوالهم ومن ذلك كان قوله لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سواهم لا يؤخذ من سفيه ولا يؤخذ من صاحبها ويدعو إلى بدعة ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به ولقد وصف ابن عبد البر مالكا بقوله أسدهم انتقادا للرذال وأقلهم تكلفا وأتقنهم حفدا ولذلك صار إماما هذا سأن الموطأ في أحاديثه أما فقهه فقد كان بعضه تخريزا للأحاديث وبعضه بيانا للأمر الذي كان مزتمعا عليه بالمدينة وبعضه بيانا لما كان عليه التابعون الذين التقى بهم وبعضه رأيا اختاره من مزموع آرائهم وبعضه رأيا رأاه قد قاسه على ما علم فهو السبيع بما علمه من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ازتمع عليه أهل المدينة وما نقله عن أهل العلم من الصحابة والتابعين وعلى الرغم من عدم تدوين الأصول التي اعتمدها مالك فإننا نستخلصها من أقواله وأقوال كبار فقهاء مذهبه قال مالك في الموطأ فيه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وقول أصحابي والتابعين ورأيي وقد تكلمت برأيي على الازتهاد وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج من زملتهم إلى غيرهم فهذه المقالة تسير إلى عدة أصول اعتمد عليها الإمام مالك الأصل الأول الكتاب يأخذ النص الصريح الذي لا يقبل التأويل فإن كان يقبل التأويل أخذ بظاهره ما دام لا يزد دليل على وذوب تأويله الأصل الثاني السنة فهي تلي الكتاب في المرتبة ويأخذ منها الحديث المتواتر والحديث المسهور أما خبر الآحاد فيقدم عليه عمل أهل المدينة كما يقدم عليه القياس الأصل الثالث وهو عمل أهل المدينة وهذا الأصل هو الذي تميز به الإمام مالك عن باقي فقهاء ويعتبره الإمام مالك أقوى من الخبر الواحد الصحيح لأن عملهم بمتابة رواية من الحديث ورواية الزماعة أقوى من رواية الفرد لذلك يسترط مالك في العمل بالخبر الواحد عدم مخالفته عمل أهل المدينة الأصل الرابع وهو قول الصحابي ويعتبره الإمام مالك من قبيل الحديث الذي يذب أن يعمل به أما بالنسبة لأقوال كبار التابعين فكان الإمام يأخذ بها إلا أنه لا يرفعها إلى مرتبة قول الصحابي وقد تضمن الموطع العديد من أقوال الصحاب والتابعين فالصحابة أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد لأنهم حذروا التنزيل وسمعوا أقوال الرسول فقولهم أولى بالأخذ الأصل الخامس القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والأصل السادس وهو مبدأ الدرائع ويعني هذا المبدأ اعتبار ما يؤدي إلى الحرام حرام وما يؤدي إلى حلال حلال بمقدار طلب ذلك الحلال وكذلك ما يؤدي إلى مصلحة يكون مطلوبا وما يؤدي إلى مفسدة يكون حراما هذا فيما يخص التعريف بالإمام مالك وبمصنفه الموطع نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته